أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثالثة أو الفرض الأول للدورة الثانية للمستوى الثاني ابتدائي هنشوف نموذج للفرض الأول للدورة الثانية مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني ابتدائي إذن نموذج على شكل بدأة فعلاً في الوصفة إذن نبدأ السؤال الأول أربط كل صورة بنوع القوة المناسبة لها إذن عندنا قوة كهربائية قوة عضلية قوة مغناطيسية إذن القوة عضلية هي اللي كتتتعامزها يعني العضلة أو القوة العضلية أو الحركة العضلية يعني كتم حركة يدوية أو قوة عضلية إذن الصور اللي كتمثلنا قوة عضلية هي هذه إذن نصيره بسهم بين الصورة والقوة اللي هي قوة عضلية إذن قوة كهربائية ممكن تخدم شيئ آل شي ما شين عندك في الدار باستعمال الكهرباء قوة كهربائية صورة التي تسمى قوة كهربائية هي هذه الألة لديه الطحن هنا قوة كهربائية عن قوة مغناطيسية التي تعتمد على المغناطيس الذي يجلب الحديد تمثل هذه الصورة قوة مغناطيسية قوة عدلية قوة مغناطيسية قوة كهربائية ننتقل إلى سؤال الثاني اكتب اسم كجز داخل إطاره هنا لدينا نبتة نحاول نحدد مكونات هذا في درس النبتات مكونات الأسماء هذا ما يسمى؟ أوراق نكتب الأوراق أوراق أوراق النبتة هذا الساق نسميه الساق الساق وهذا الجذور سوف نكتب جذور الجذور الجذور أوراق الساق الجذور ننتقل إلى سؤال الثالث سؤال الثالث ألون النوع المناسب لكل صورة إذن نلاحظ الصورة وننحن أختيار الصحيح إذن نلاحظ الصورة الأولى إذن ننظر الصورة الأولى ننظر الصورة الأولى تفح أين نبات تلقائي أو نبات مزرع؟ ما معنى تلقائي؟ أعني نضمن راسه يعني بلا ما كيزرع الإنسان ولكن هذا تفاح فهو نبات مزرع إذن هنعلونه نبات مزرع إذن نبات مزرع انتقلوا إلى الصورة الثانية إذن هذا وش كيتسمى؟ جدر حزمي أولا جدر وتدي إذن هنه هذا كيتسمى لعنده الوتد كيتسمح البصر كيتسمى جدر وتدي إذن جدر ووتدي إذن جدر وتدي أضع إلى الصورة الموالية إذن هنا هو صاق درناتي إذن هذه لا تسمى جدر أقوى إلى الصورة كل نلونه جدر أضع إلى الصورة الرابعة إذن لدينا صورة بشدة ورقة بسيطة كما تشوفين تتقرير فديما لديه تفرع نعيد نبات مزروح يزرع من طرف الإنسان نعيد نبات مزروح يزرع من طرف الإنسان ننتقل إلى سؤال الرابع نضع علامة X في خانة جزء الذي يؤكل نضع جزء الذي يؤكل إما الأوراق أو الجدر نبدأ بـ هذه النبتة كيف يؤكل الأوراق أو الجدر؟ هذا جدر وهذا أوراق كيف يمكننا أن نأكله؟ لا نأكله أوراق أو جدر الجدر يؤكل الجدر يؤكل أن النبتة يجب أن ناكله للجدر أن النبتة يجب أن نأكل الغزئ أن النبتة يجيب أن النبتة يجب أن نأكله إنا تناكل هذا الرابع ولكن في هذه النبتة Huw Elephant هنا الجدر و هنا الأوراق و هنا الجدر إذاً ما هو السؤال الموالي؟ هنا أجوز الذي يأكل هو الغيشة أو البدرة إذاً ندوب الفلفل الفلفل لا يمكن أن ناكل هذا الغيشة وهذا ماذا؟ الداخل اللي كتسمى البدرة هنا كننكله ماذا؟ كننكله الغيشة إذاً نعمل العلامة في الغيشة هنا الزيتون وش كننكله له هد هنايا؟ أجوز هذا الغيشة أو البدرة هنا بالنسبة لزيتون هنا لأوراق الهد في الغيشة في الغيشة هنا تأكل البدرة هنا الجلبان ماذا؟ نأكل الغيش الفقانيسة نفتحها وننطيبه ناكله للداخل ناكل البذرة سألنا السؤال ما هو السؤال الخامس سأكمل الفراغ بالكلمة المناسبة كسرها السقي المشي أحافظ على نباتات الحديقة بماذا؟ أحافظ على نباتات الحديقة بماذا؟ بالسقي سأسقيها بشكبر بشك نمو أحافظ عليها بماذا؟ بالسقي أتجنب ماذا؟ كسرها إذن كسرها واقتلاعها وماذا؟ والمشي فوقها سألقى النباتات بمشيش فوق منهم سأحافظ على نباتات الحديقة بماذا؟ بالسقي وأتجنب كسرها واقتلاعها والمشي فوقها إذن كان هذا وتصحيح ذي النموذج ننتمنى أن نكون فتكم شكرا وإلى اللقاء